بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين ناخد برضو حرف من حروف التربية احنا خدنا لام لطف وميم محبة ونون نشاط ناخد هدوء طبعا دي أصعب حاجة على التربية هل المطلوب أربي الهدوء في ابني؟ ولا الهدوء ده موضوع شخصي في عيال هدية وعيال شائية في فرق بين الهدوء كطبع وبين الهدوء كفضيلة يعني ايه مش كلكو على نفس الدرجة من الهدوء وفي ناس فعلا طبعها هادي يعني ممكن تقعد في مكان سكتة ساعتين ما تتضيقس وفي واحد لو خمس دقائق يبقى هيفرقع ده موضوع الطبع لكن الهدوء الإنجيل تكلم عنه كفضيلة الهدوء الإرادي يعني ايه الواحد بيختار الهدوء يعني مثلا في أشعية يقول ايه بالهدوء والسكون تخلصون بالرجوع والسكون تخلصون بالهدوء والطمأنينة تكون قوتكم حط الهدوء فضيلة هامة من أجل الطمأنينة أو السلام فالواحد بيحتاج يهدى يعني مثلا إليه اضطرب نفسيه إليه قوي فربنا سحبوا الجبل عشان يدي له فطرة يدوء وسمع صوت ربنا صوت منخفض خفيف يبقى هنا ربنا هادي بطبيعته قيل عن المسيح في طبعه طبعا أنت بناخد منه الفضائل بقى لا يصيح ولا يسمع أحد في الشوارع صوته قصبة مردودة لا يقصف يعني هو ماشي ما يخبطش حاجة يكسرها ده المعنى الحرفي لكن المعنى الروحي أنه إحنا ينقوي على كل بني آدم مكسره وغلبان فتيلة مدخنة لا يطفئ يعني لو فتيلة هتطفي ما يطفهاش من كتر الهدوء يعدي جنبها ما تحسوش يعني ربنا يا سوق طبعا يتسم بهدوء الكلام وهدوء الحركة لكن شخص نشيط جدا خلي بالكو بقى أن النشاط لا يتعرض مع الهدوء ممكن واحد يبقى هادي داخليا وفي لسانه وفي انفعالاته لكن نشيط والعكس في بعض الكسالة عصبيين جدا مش كده ممكن يبقى كسلان وينام كتير ويبقى كل يوم بانفجار فالهدوء عموما فضيلة مهم تناسب كل الناس ولكن بدرجات مش معنى كده احنا عاوزين العالم ما تجريش وما تلعبش بالعكس لازم يلعبه لازم يجره لازم يتحكه دي حاجات طبيعية وصحية بس الهدوء هنا معناه احنا داخلين على العالم الدوشة بقى الطبعه والدوشة دي بتعمل توطر في العصاب دوشة حتى يسموها دوشة الألوان يعني تدخل بعض الأماكن تلاقي الألوان مفرقعة كده تعملك يعني اضطراب في عينيك وطبعا في شباب يولعوا الكاسة مثلا تلاقي يعني البيوت اللي جنبهم سمع طب ليه الإزعاج ده وما فياش احترام للناس المريضة والناس اللي بتنام ويبقى مش وتلاقي واحد راكب عربية مسمع الشارع كله طب انت يعني ده حتى خطر على أودانك هو ما ترباش على الهدوء وطبعا بالتالي بيبقى شخصية مضطربة غالبا وعنيفة وعصبية وكده فالهدوء عكس الحاجات الوحش عشان تفهم الهدوء اللي نقصده يعني يبقى طفلي ابني بطيء الغضب انفعلاته محسوبة ما يطلعش منه حاجة كده مندفعة لأن الهدوء ضد ده كل يعني مثلا موسى النبي كان مندفع في القوة وبعدين الايام بتاعت الصحرة علمته الهدوء فبقى بقى له طويل وبقى حليم جدا يعني يستحمل الناس عشان لرب الهدوء في الاطفال اولا القدوة اي طفل بتربى في بيت بيزعقه كتير مش هطلع حاجة اي طفل بتربى في بيت فاتحين التليفزيون على اعلى صوت مش هطلع حاجة الدوشة عموما هتخلق طفل عصبي الهدوء يجيب هدوء طفل متربي فيه مناخ هادي يطلع هادي ده هما بيلاحظوا ان الاطفال اللي بتتربى في القرى الاجنبية نفسيتها اهدة واقل عرضة للاكتئاب والقلق من اطفال المدينة الى هذه الدرجة في دراسات بتقول كده ان الطفل اللي طالع في قرية في الريف الاوروبي او الامريكاني طالع عارف يشوف الشامس ان في شامس والله الشجرة ويسمع صوت عصفورة ويشوف وردة ويجري في الطبيعة خلي بالكوا الطبيعة مدرسة للهدوء اللي بيتربوا مثلا زي الصيادين عند البحر عموما عندهم بال طويل الفلاحين بالهم طويل كل دول بيتعرضوا للطبيعة احنا ما بقيناش نشوف طبيعة احنا حياتنا بقت ميكانة عربيات ومكاتب وكمبيوترات ومباني فين لما تاخد بالك ان في شجرة في الشارع مش هتشوفها سايز مش هتاخد بالك لكن في ناس بتتربى في جو طبيعي اكتر دول فرصتهم في الهدوء عام فهنا اولا القدوة وهنا مع القدوة مناسب جدا ان كل اسرة تطلع للطبيعة كل فتر يعني اسبوع مثلا كل ستة شهور البحر بقى مناطق ريفية ولما يعيشوا حياة يطفل اجهزة شوية ده مناسب جدا ده بيخلي الانسان يفش زي الحاجة اللي بتغلي كده وبعدين طفيت عليه فالسخونة دي كلها تهدى لان بيبقى فيه غليان وفوران من كتر الاخبار وكتر الكلام وكتر الجاري والصهر الزيادة والصحايا مبدري انما لما تعيش حياة طبيعية هادية كده وطبعا عيالك يطلعوا في الجو ده ده شيء مفيد جدا نفسيا وروحيا الحاجات اللي تربي الهدوء قلنا القدوة نقول كمان الحوار ان احنا نحكي او نبدي اعجابنا بالشخصيات الهدية بس الهدية والنكحة مش الهدية المنطوية عشان الطفل يفهمها صح في هادي هدوء مرضي خايف يتكلم لا احنا مش عاوزين دي لا عاوزين واحد واثق من نفسه ويعرف يتكلم بس مش بيتكلم عمال على بطل في الفضية والمريانة لا هو بيحسب الكلام يعني امنا العدرة هادية جدا هل مش واثقة في نفسها ازاي واثقة جدا وهل هدوء مرضي ابدا دي بتكلم ربنا طول اليوم شخصية مريحة جدا لكن هادية فالكلام يطلع محسوب لكن خدومة يعني امنا العدرة مبادرة يعني حركة الاصابات دي تؤكد ان العدرة عندها قوة في شخصية كنها طفلة 12-13 سنة وتسمع انه الاصابات العجوزة حامل تسافر لوحدها في الجبال عشان تروح تخدم الاصابات يبقى نشيطة وعندها جرأة وشجاعة لكن بطبعتها هادية جدا عشان بس محصلش تعارض بين الفضائل اللي بنقولها هي نشيطة وحركة وكل حاجة لكن تطلع الكلمة محسوب القدوة ثم الحوار الحوار هنا شجع ولادك انه تعالوا نهدى شوي تعالوا نقول ترتيلة طب نقول تسبح فلاش حبيب الصوت العالم اذكر ممرة الله يعني حروح ابو نانتونيو سامين كان ماشي جنبه فصول مدرس الاحد فانا بقابلته بعدها على طول يعني كنت داخل على قال لي هما ليه بيعملوا كده قلت له بيعملوا ابونا قال لي السطر اللي علي سقطه ترتيل كانوا بيقولوا ترتيل بس الحقيقة الخادم نظام ايه علي بقى علي يعني وايه والحياة طبعا لا في نغمة ولا في موسيقى ولا في فن والقصة قالبت خناقة فابونا كان طبع ابونا فنان طول عمره ابونا انتونيو حاسس هو ده مش اكيد اللي ربنا عاوزه يعني التزبيح مش لازم يبقى خناقة خالص التزبيح ده روحانية فممكن تسبح بصوت هادي شوي وبحمس برضو فنعلم ولادنا كده ان الصوت العالي زيادة ده مؤذي وانه لو فيه موسيقى تبقى معتادلة ولو فيه انفعلات تبقى هادية ويبقى الشخص بيدي فرصة للناس تتكلم لان مثلا عملية المؤطعات دي بساعات نقعد فقعدة نلاقي كل الناس بتتكلم في نفس الوقت وما حدش سامح حد والناس متعودة على كتب لدرجة انه مش متضايقين انا غالبا الوحيد اللي ببقى متضايق لانه حاجة مش طبعية طب يا جماعة اللي يتكلم التاني يسكت بديهيات يعني او نتكلم مع بعض او كل اتنين ياخدوا جنب طيب احتراما لبعض برضو حركة قلها لكم في مصر مستفزة بصراحة انه مثلا ديبقى قاعدين فواحد يجي له تليفون ايوة ازاي طب والخمسة اللي حواليك دول مش بنيقدمين زنبهم ايه يسمعوا الحوار وكانوا بيتكلموا ديبقتي مش عارفين يتكلموا ده بتوصل كمان انه يجوا يتكلموا يعمل لهم كده يا اخي انت اللي قوم جالك تليفون والناس قاعدة قوم انت اخد جنب لكن هتسكتهم عشان انت اللي تسمعوا طبعا تحسوا ان في سلوكيات بديهية او انسانية واعة من النهس انك انت بتفرد نفسك وصوتك وكل ده وانت مش عارف الناس طب ما هم تدايق مش مبسوطة من كده الهدوء كمان زي ما قلنا نقنعهم بالشخصيات الهدية على رأسها امنا العدرة الهدية يعني ما نقنع اولادنا العدرة دي اللي صورتها في كل بيت الساتي دي بصلاة شايلة العالم كله لانها بتحكي مع ربنا فنقنعه انه مع الهدوء فيه ايجابية والعمل الايجابي ده انها بتسمعنا لما نكلمها وهي بتكلم ربنا ده هدوء مفيد قوي مش هدوء سلبي كمان الشخصيات الهدية تميل الى التأمل والبحث يعني الشخصيات الهدية بطبيعتها ممكن تلاقوها تدخل في عمق الامور الشخصيات الهيصة زيادة غالبا سطحي طب انعاوز ولادي عندهم عمق كده ما يخدوش الامور من على الوش كده وخلاص هالمستعد يفهم الامور كويس يذاكر كويس يعمل ابحاث يدور في بواطن الامور ولا هيطلع زي كل الجيل كده سطحي بتاع نكت وكلام فاضي وخلاص ما هي طب وما له نتحك بس مش على طول ومش على حاجات فرغة فالهدوء يحتاج الى توازنات اعداء الهدوء بقى من الغضب الشديد من الاستعجال الزيادة ده اللي يحتاج تأديب يعني مش هقدب طفل لمجرد انه مثلا بيجري ويلعب لا ده طبيعا لكن لو كان عصبي بزيادة يبقى ينقصه هدوء هنا يتحط قانون من الالتزامات لو زي الطفل مثلا اللي ترمع الارض ويرفص عشان الكبار يسمعوا كلامه ماينفعش الكبار يسمعوه هنا ده لازم يشده او يتجهله على الاقل لكن لو هو فرض بزعيقه او بعياته او بترفيصه ده فرض قراره اتعكست التربية خالص يبقى هو اللي بيربي الكبار وبازط لازم يتحط هنا قواعد وحرمانيات كمان عشان يرجع يفهم انه لا طريقة دي غلط طريقة الصح ان انا هقول سوري او هقول من فضلك او هقول انا عاوز كذا وممكن يتقال لي لا او اقول حاضر عادي فان عشان اوصل الحاجات الصح لازم ما قبلش الحاجات الغلط مع الاندفاع دايما اعلم ولادي يفكره مع السن بقى 6-7 سنين لما يقول لي عاوز حاجة اقول له طب عاوزها ليه طب هنعمل بيها ايه اعلم ابني يفكر اللي يفكر كتير ما يطلعش مندفع اغلب الناس مش بتفكر كفاية مش بتشغل دمخها كفاية عشان كده القديس ياعقوب قال حكمة جميلة قال يكن كل انسان مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب هو ده شخصية هادي على طول مسرعا في الاستماع مبطئا في الكلام مبطئا في الغضب يطلع انسان هادي عائل نشيط رزين حكيم كلامه مزبوط لانه بيفكر كويس بيسمع كويس في الاخر لما يتكلم هيطلع كلام كويس ومن غير ما ينفعل ولا ينزعج اشتركوا في القناة